الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام وأن الله أرسلهم وأوحى لهم وأيدهم بالآيات نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أدوم الله سبحانه وتعالى بها نعوهم ذهابهم تأمرات كلهم والأخبار التي جاءت عنهم بذهابهم تزربوا كل نقراتهم نأمن أدوا الأمانة يتي ربي ذهابهم حادرة بقبؤم التحللاتهم أمانة الرسالة التي اعتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها أدوها أكمل أداة يتي ربي سبحانه وتعالى ذهابهم حالث النت بقبؤم الكعم التحللاتهم نأمن نصح الأمة أكبر نصح كان منهم ندى كسبات كلهم بزتخالهم عامي كمز مخارون كمز زأززون وبلغوا البلاغ المبين لم يكتموا شيئا بزي محباء بزي كحابؤو بتي رب بزهابون كل التحلالي فهم بلغوا وجاهدوا في الله حق جهادي بذل وغاية الجهد في تبليغ هذا الدين وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد كلهم بزقباء تحرم قبارهم تربي زهزون من تربي كمحالة لفوزهابهم بزتخالهم عامي تحرم قبارهم أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل نبيان محمد عليهم الصلاة والسلام كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب والله وكافر كفرا أكبر والله أعلم بجحري رسول الله عليه الصلاة والسلام نبيو محمد من الأخم حدثت أنا نبيي أنا رسوليه اللي انتدأى ززارب كوينو زب ربزخ حده باتنعي ربز ازاز كحادثو خونة سب مخانو كنفالذي قبارنا